لسه مع حضراتك ومشاهدين والتاسعة وهو الاستحقاق الأهم والأبرز والأرفع في الحياة السياسية المصرية انطلقت اليوم العملية التصوطية للمصريين بالخارج من التاسعة صباحا طبعا حسب التوقيت الخاص لكل دولة حتى التاسعة مساءا بنتكلم على حوالي 14 مليون مصري بالخارج مدعونا للإدلاء بأصواتهم بنتكلم على حوالي 137 مقر انتخابي في 121 دولة دلوقتي في هذه الفقرة هنعمل كده مع حضراتكم حصاد أو كشف حساب لليوم الأول حصاد للعملية الانتخابية لليوم الأول لتصوط المصريين بالخارج اللي هي ممتدة على مدار ثلاثة أيام النهاردة ان شاء الله وبكرة يوم الأحد مع ضفنا الكريم اللي منورنا في استوديو التاسعة الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي أهلا بك أستاذ إسلام نورنا ومصرفنا أهلا بحضرك دكتور يعني بداية مشاهدات أولية طبعات أولية حضرتك طبعا يعني بعين الصحفي المتابع لهذا الحدث من الساعة تساعة صباحا حتى الآن أبرز المشاهدات إيه؟ أبرز المشاهدات هذا الإقبال المبهر للمصريين في الخارج كالعادة المصريين في الخارج هم رأس الحربة آآ ضربة البداية دائما من عندهم آآ ده أولا آآ يعني خلينا نقول أن الانتخابات بدأت في نيوزيلندا آآ بحكم التوقيت آآ وفرق التوقيت بنا وما بينهم يعني في الشرق الأخصى آآ نيوزيلندا آآ استراليا اليابان كبداية آآ وآخر الصناديق تغلق فيه الولايات المتحدة الأمريكية يعني باتساع العالم وبعرض هذا الشرق الأرض بامتداد الأرض فبنتكلم في 121 دولة بنتكلم في 137 لجنة موجودة موجودة في القنصليات والبعثات الدبلوماسية في السفرات في الخارج آآ يوم بيعتبر المصريين هو صحيح استحقاق رئاسي وبتدلي فيه بصوتك بتعبر فيه عن رأيك بتختار المرشح الذي تراه الأفضل أو من تقتنع بمواقفه بآراءه ببرنامجه بأطروحاته ولكن وأيضا هو فرصة للتعبير عن تضامن المصريين خاصة في الخارج صحيح المصريين في الخارج لم ينفصلوا يوما عن الوطن الأم دائما حاضرين موجودين أيضا جسور التواصل ما بين الدولة وبمؤسساتها المختلفة يعني مش بس ممثلة في وزارة الهجرة لا يعني مؤسسات الدولة كاملة فيه تواصل كبير جدا مع المصريين في الخارج هم على أجندة أوليوات الدولة وعلى قائمة اهتماماتها هناك مميزات ومزايا بتمنح وتطرح من أجل هؤلاء الذين هم في الغربة وهم مصدر أساسي للموارد الموارد اللي هي بنتكلم في الدولار وبنتكلم في العمل الصعب هؤلاء المصريين من الخارج هي مصدر داخل قومي كبير جدا هؤلاء انطلقوا اليوم ليقولوا للعالم كله أنهم بجانب دولتهم ده أولا رسالة رسالة أخرى بأن ما يجري في العالم نحن نرض عليه في صندوق انتخابات بمعنى وده مشهد مهم كمان أستاذ الإسلام أنه العالم يرى أنه المصري قادر على أن يختار من يريد فكرة الفعل الديمقراطي أن يقوم بنفسه بالتصويت بشكل مباشر لكن قبل أن نتكلم على المصريين بالخارج وعلاقة الدولة المميزة طبعا هم جزء لا ينفصل يعني فكرة الخارج والداخل هم مصريين في النهاية لكن من أبرز ملوحظات مثلا عايز أخذ رأي حضرتك فيها الأقبال الكبير مثلا في دول الخليج الكويت السعودية الإمارات بالرغم أن النهاردة يعني الجمعة يعني يوم عطلة فيه إقبال شديد وتحديدا في المملكة العربية السعودية شفت بس زي حالة استعداد زي ما قلنا حالة استنفار كالعادة بنعتبر ده نوع من من الاحتفاء والاحتفال بنعتبر زي ما بنقول كده عرص عرص ديمقراطي بنتكلم على فكرة المشاركة المصريين ما بعد 30 يونيو هم أصحاب القرار في بلدهم هم من يصنعون الحاضر وهم من يختارون كيف تتم صناعة المستقبل ومن يقود الدفة في المستقبل في فكرة مهمة جدا هنا رغم الأحداث الصعبة اللي بتعيشها المنطقة والعدوان اللي حاصل في غزة اللي إن ده يعني البعض نظر إلى هذه المسألة بعتبرها أن هي جانب سلبي قد يؤثر على عدم الإقبال أو كذا بالعكس يعني أنا رأيت النهاردة أني ده كان رد عملي واقعي بأن بداية بداية استقرار مصر باعتبار أن الاستقرار دائما في مصر هو الحل فكرة طيار الاستقلال هو الطيار الغالب وطيار اللي بي أنك أنت مع بناء دولتك مع أنك بتصنع مستقبل هذا البلد واستقراره وأمانه وقوته والحفاظ على مقدراته من خلال أنك أنت شريك في صناعة القرار في صندوق انتخابي ده بيرد إزاي فندم على الأصوات المشككة دائما فيه كده بعض الأصوات المحبطة التي تشيع حالك كده من الشكل دائم أنه لا جدوى لا فائدة كلام بنسمعه صوت من هنا وصوت من هناك أنه الأمر محسوم الدعاوة دي كيف تم الرد عليها بشكل يعزز من الحياة السياسية الديمقراطية لأنه إحنا داخلين على انتخابات تانية بعد كده في مجالس محلية وانتخابات برلمان وده مهم جدا بالتأكيد طبعا هذه الأصوات وهي قلة ومعروف من أين يعني هي قادمة من أين هذه الأصوات أصوات شازة وعارفين كويس قوي المصريين عندهم الوعي الكافي والإدراك الكافي بأن هذه الأصوات لا يمكن أنها تؤثر على قراراتهم أو اختياراتهم أو اهتمامهم ببلدهم فكرة فكرة أننا لا إحنا رقم في المعادلة إحنا الناخب المصري رقم في المعادلة وصوته مسموع وصوته يصل والفكرة هنا لا يصل فقط إلى صندوق انتخابي أو يصل إلى قيادات في دولته أو مؤسسات أو كذا لا يصل للعالم كله إن إحنا كمصريين دائما مع بلدنا مع بلدنا بأراءنا بتنوعنا باختلافاتنا يعني بنختلف ولكن نجتمع على الوطن في النهاية وده المعيار الأساسي في أنك بتحافظ على مقدرات هذه الدولة وهنا بأثمن على فكرة طيار الاستقرار يا دكتور محمد طيار الاستقرار ده هو رمانة الميزان في هذا المجتمع ما عندناش فكرة الكتلة الحارجة اللي بتروحه وبتيجي هناك كتلة صلبة كتلة قوية متماسكة من 30 يونيو قد يكون هناك تحديات قد يكون أحيانا حلم من عدم الرضا أو ظروف صعبة بنواجهها أو غيره لكن بتظل فكرة الاقتناع بأن هذه الدولة في وقت الأزمات المواطن المصري في الصف الأمامي يدافع عن بلده مقتنع بأن الحفاظ على وطنه وحماية بلده هو أولى أولوياته في كل المراحل بالإضافة إلى أن فكرة أن المواطن المصري اللي أحد يملي عليه صحيح إرادته هي حرة ووعية